قصر بن زياد هذا هناك شهادة جيدة تتصل بنفس الموضوع أن العبدالله بن عفيف الأزدي كان من كبار أصحاب علي و فقد عينه يوم الجمل و يوم صفين فقد عينها الأخرى بقي أعمى و كان يتعبد في المسجد في المسجد للجامع فسمع خطوة بن زياد أعمى و هو يقول بن زياد يقول الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله و نصر الأمير المؤمن يزيد بن معاوية و حزبه و قتل الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي و الشيعته انظروا الصور هذا قلت المنطق الشيطاني منطق أيضا فرعون أن موسى مفسد و فرعون هو المصلح ما يريد للإصلاح هذا المنطق سمعه عبدالله بن عفيف فقال يا ابن مرجانة إن الكذاب بن الكذاب لأنت و أبوك و الذي و لاك و أبوه يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصدقين هذا هو هذا هو طبعا قتل هذا العجوز المسكين الشيخ المؤمن أخذ و صدب و قتل بسبب هذه الكلمة بس هنا تلحظ وقوفه على السر تتكلمون بكلام النبيين أتقتلون أبناء النبيين و تتكلمون بكلام الصدقين يعني يحمد الله و أنه أظهر الحق و نصر المؤمنين هذا كلام واحد من الصدقين من المؤمنين بالله الكبار و قتل أبناء الأنبياء كما قال الحسن بن علي بن جابر هذا شاعر يمني يلقب بالهبل قال يا ليت شعري ما يكون جوابهم حين الخلائق الحساب تساق حين الخصيم محمد و شهوده أهل السماء و الحاكم الخلاق قد قيدت إذ ذاك ألسنهم بما نكث العهود فما لها إطلاق و تظل تدرف بالدمى آماقهم للكرب لا رقأت لهم آماق راموا شفاعة أحمد من بعد ما سفكوا دمى أبنائه و آراق إلى أن يقول و بسعيكم رمي الحسين و أهله بكتائبا غصت بها الآفاق فتظل فتظل فتنوشهم هناك ذوابل سمر و مرهفة المتون رقاق أترون بعد صنيعكم يرجى لكم أبدا خلاص أو يحل و إثاق يا رب جرعهم بعدلك غب ما قد جرعوه أقارب و أثاق فالمقصود أن عبدالله بن عفيف و زينب هنا تلحظون الخطاب خطاب خطاب السلطة قد يغتربها بعض الناس و أيضا لأن شهادتهم غير الله يعني من فهمه غالبا تكون شهادته للمذهب ليست لله الله في الأخير عندنا شيء قبل الله ناس للمذهب و أحيانا للأصدقاء و للرأي العام أحيانا للخصومة هذه الشهادات مقدمة لها بعدين الشهادة لله ما يتذكرها إلا القليل نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الذين يهملون الشهادة لله طبعا لو أتاني لو أتاني أموي قد قتل ظلما أو مثل به لأنكرت أنا أنكر على ابن العباس مجازرهم في حق بني أمية و حتى لو كان ظالما يحاكم محاكم عادة ليس هذا القتل هكذا علي إتحال أمر إذن عبدالله بن عفيف الكندي صاحب علي الذي قال أتقتلون أبناء الأنبياء وتتكلمون بكلام الصديقين صلبه ابن زياد و بقي مصلوبا هذا القتل هذا السلطة السلطة التي أنشئت و هي من أسباب فورة الإمام الحسين أن رجل يتكلم بكلمة يا أخي حتى لو أخطأ فيها حتى لو تجرع الأمير هذه ليست موجودة في أيام هذه على أي حال هناك شهادات أخرى و إنكار زيدي بن أرقم عندما نكت ابن زياد بقضيبه على الحسين و كذلك فعل يزيد في الشام في الكوف اختضت بعد ذلك يعني فيها طبعا صحابة زيدي بن أرقم كان كبيرا البراء بن عازب أيضا كان كبيرا يعني نحو الستين لأنهم صحابة أدركوا النبي عليه الصلاة و السلام و بعضهم أعمى كهذا عبد الله بن عفيف الكندي الأزدي آسف فرأينا من خلاصة قصر ابن زياد أنهم خالفوا الأخلاق العربية قبل مسألة مخالفة الدين و العقل و أن هذا الجبروت و هذا الخلط بين الدين و الظلم يعني جعل دين الله دينا ظالما و مع الظالم موجود هذا الشعور اليوم اليوم عندما ينتصر فريق يقول الله نصره حتى لو كان المنتصر ظالما يقول الله نصره يجب احترام يعني دقة الألفاظ في مسألة النصر و الهزيمة و مسألة الله كثرنا و قلل هؤلاء و نصرنا و هزم هؤلاء يجب معرفة حكم الله أولا طيب هل الله نصر من قتل يحي بن زكريا و زكريا يعني بنطق بني أمية هذا هل هو منصور من قتل الصالحين عبر الزمان قتل أناس منهم فالدين هذا عندما نقدمه للعالم على أنه ينصر الظلم أنه لا يتبرأ من ظلم ينصر الظلم و الظالمين و ضد المستضعفين و مع القتل و كيف نقدم هذا الدين أكبر دعاية ضد الدين هم أهل الدين أنفسهم فلذلك مشروعية ثورة الإمام الحسين لا تحتاج إلى من يقول مشروعيتها هي تنبع من هذا الظلم الجارف لو كان هذا الظلم الجارف و التغيير الذي حدث قبل الإمام الحسين في أي دولة أخرى اليوم لفرح المسلمون قبل غيرهم بأي ثورة على أي نظام مستبد لو نعرف أن ديكتاتورا ما في دولة من الدول قام شعبه عليه هذا مشروعها كل واحد يحب زوال هذا الظالم